يتكلم عن موضوع السعرات وطريقة احتساب السعرات أولا الجسم علشان يعمل بكفاءة لازم يحتاج طاقة علشان الأنشطة الحركية اللي يقوم بهالإنسان علشان عمليات الآيض والعمليات الحيوية اللي تنفذ أجهزته مثل الجهاز الدوري الدموي الجهاز الهضمي الجهاز التنفسي إلى آخر من الأجهزة والوظائف الجسمية هي تحتاج طاقة طاقة ذي من وين تيجيه؟ تيجي من الأكل عندنا الأكل الآن راح يتحول طاقة الأكل يتضمن سعرات سعرات هي وحدات الطاقة اللي يستهلكها جسمك علشان يعمل أداءه بشكل صحيح ولا يتعبر طيب أول نقطة كيف نعرف احتياجك أو احتياج جسامنا من السعرات احتياج الإنسان من السعرات هي معادلة مبنية على الجنس الطول والعمر هذه ما عليكم من الخط أنا ما أنا بقاعد ناظر كتبي زين هذه الثلاث محددات للسعرات لكن نحن دائما اختصارا للحسابات نقول إن الإنسان يحتاج إلى ألفين سعرة حرارية ألفين سعرة حرارية هذه اللي تحتاجها علشان تعيش بطريقة طبيعية وتعمل وظائفك الحيوية بشكل طبيعي تزيد عن احتياجك من السعرات مع الوقت تسمع أقل من احتياجك من السعرات مع الوقت ابتنحف هذه قاعدة أساسية وثابتة طيب السعرات إلى إيش تنقسم لو فككنا سعرات الأكل زين رح نلقاه مكونة من كاربز وبروتين وفات أو دهون أي أكل في الأغلب في الأغلب يتكون من هذه المكونات الأساسية نشويات أو كاربز وبروتينات وفات أو دهون الواحد قرام من الكارب يعطينا أربعة كالوريس ونفس الحكاية بالنسبة للبروتين واحد قرام يعطينا أربعة كالوريس الواحد قرام فات يعطينا تسعة كالوريس طبعا هنما رح ندخل بالتفاصيل طبعا الأكل غالبا يكون فيه معادن وفيه فيتامينات بأنواع متعددة والبروتين أصلا فيه بروتين نباتي وفيه بروتين حيواني والكاربوهيدرات بعد لها أنواع والفات لها أنواع دهون مشبعة ودهون متحولة إلى آخره لكن حنا خلنا نركز على هذه التقسيمات الأساسية طيب أنت إذا يهمك تنحف فقط تبي تنحف بغض النظر عن النتائج الصحية والشكلية اللي أنت بتكسبها والفوائد فقط انزل أهل ألفين فقط انزل ألفين ذي نزل أمة يعني مثلا كل ألف وسبعمية مثلا وخلنا كل ثمانين بالمئة من أكلك فات دهون زي نظام الكيتو مثلا ألف وثمانمية سعرة فات مثلا أو ألف وخمسمية فات واجدع أمة الكاربز مع الوقت بتنحف حتى لو أكلك سيء وكله مركز على الفات ما عندك مشكلة بتنحف لكن هل أنت بتنحف ولا بتنحف زائد صحة إذا كانت الإجابة نبي ننحف زائد صحة فهذا هو الكلام الطبيعي واللي كلنا نبيه طيب معناته لازم نهتم بوش نستهلك من الألفين كارب وش نستهلك بروتين وش نستهلك فات وهنا الكلام بالنسبة للبروتين خلا أشوف أورق أنا مشكلتها قاعدة أشوف الكاميرا بالنسبة للبروتين كيف تعرف احتياجك لكل كيلو جرام من جسمك تحتاج 2 جرام بروتين بمعنى خل نقول أنا وزني 70 فمعناته أحتاج 140 جرام بروتين أحتاج خل نقول وزني 70 كيلو أحتاج 140 جرام بروتين 140 أو ايه 140 جرام خل نقول فيه 4 عندنا تقريبا 640 كالوريز من الألفين لازم تكون بروتين خصوصا لما أنا أضخم عضلاتي خصوصا لما أنا أسوي بلكينج أو قاعد أضخم عضلاتي لازم يكون هذا احتياجي من البروتين عادي لو تزيد يعني 140-150-160 ما عندك مشكلة لكن هذا خاضع عادل ذوقك وإمكانياتك المادية هل أنت بتاكل لحوم طول اليوم وحيانا شهوتك للاكل مرات مليت خلاص ما تبي بروتينات تبي تغير طيب وش نسبة الفات طبعا الفات إذا أخذ بمعدلات طبيعية أو ضمن احتياج الإنسان ما يضر فالمفترض أنه الإنسان يأخذ من الفات من 0.2 إلى 0.3 من سعراته يعني 20% أو 30% من السعرات تكون من الفات يعني من الألفين كم يكون عندنا يعني من الألفين تقريبا بيكون عندنا إذا أخذنا 30% من السعرات بيكون عندنا 600 كالوريز 600 كالوريز من سعراتنا راح تكون فات جيد أنا عادة أخذ بهذه المنطقة 0.25 جيد لكن لا أبقس لو أخذ 0.3 لأنه بعض الدهون مفيدة جدا للموخ وحاجات ثانية الباقي من الألفين بتأخذوا كارب الكارب مصدر ممتاز للطاقة وجيد يعني ومعظم أكلك في الغالب راح يكون في كارب أصلا اللي باقي لك من السعرات تقريبا 800 سعرات راح تكون من الكارب وهذه طريقة احتساب السعرات للي يمشي بشكل صحي وعلى فكرة ترقلومي زي قلم الملك